الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه ما حكم الشراء سيارة بالتقصيد من معرض يحول الشراء إلى البنك فيقوم البنك بسداد ثمن السيارة ويضع على الثمن فائدة ويقصت للمشتري هذا من الخطأ في تكييف المسائل أو في تصويرها كأن السائد يريد أن يقنعنا بأن البنك قد اشترى السيارة وأضاف عليها ربحه وقصت ثمنها على المشتري نقول له ابتداء يا رعاك الله البنوك في الدنيا كلها لا تتاجر لا في السيارات ولا في العقارات ولا في السلع ولا في الخدمات إنما تتاجر في القروض في الديون في الاعتمان تأخذ المال من المودعين عندها بفائدة ثم تبذل هذا المال لمن يطلوه بفائدة أعلى وتأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة هذه قضية البنوك وذلك هو عملها عبر العالم فانتبه إلى هذا المعنى يا رعاك الله لكن مما أحدثه الناس كمحاولة للتحي على الخروج من هذا المأزق القرض الربو الذي يبذله أو يفرضه البنك التقليدي أن يقل المشتري ستشتري الفائدة ادفع الفائدة مقدما ثم نضيفها إلى الثمن وبعد أن تشتري الفائدة وتدفعها نقدم لك القرضة زيرو انترس هذا الكلام يمكن أن يتم نظريا بإحدى طريقتين أن يتم بين البائع والبنك بين صاحب محل السيارات والبنك ولا علاقة للمشتري بذلك فالبائع هو الذي يقدم الفائدة للبنك ويضيف هذه الفائدة إلى الثمن ليحرر المشتري بذلك من القرض الربوي ويجعل علاقة البنك مع المشتري قرضا حسنا بلا فائدة فهذه مشروعة بالنسبة للمشتري وحساب البائع على الله عز وجل يعني إذا المشتري لم يكن تعامله مع البنك إلا من خلال قرض حسن أخذ عشرة وقصتها على ما اتفق عليه من المدد الزمنية بغير زيادة هذه الصورة مقبولة لكن إذا كان البائع يريد أن يحمل المشتري ذلك يجعله يدفع الربا مقدما ما الفرق بين أن يدفع الربا مقدما أو أن يدفعه مؤخرا بل فرق بين أن يدفعه جملة واحدة أو أن يدفعه على أقصاد لا فرق بين هذا وذلك إذا كان المشتري هو الذي سيدفع الفائدة للبنك مقدما ولا تزال علاقته به علاقة قرض قد اشترت فيه الزيادة فهذه حقيقة القرض الربوي والفرق الوحيد أنه دفع الفائدة مقدما بدلا من دفعها على أقصاد فلا تزال المعاملة ربوية والتقديم والتأخير في دفع الربا لا يغير من الأمن شيئا فانظر يا رعاك الله عن أي طريقتين تتحدث بارك الله فيك ويعي دائما يقال المفتي أسير المستفتي بقدر المعلومات التي تقدمها للمفتي وبقدر دقتها يكون الدقة أو تكون الدقة في جواب سؤالك بارك الله فيك